وصلنا لمساحتنا الطبية يا سالي صحيح مساحتنا الطبية التالية رح نتفرد فيها زينة بالحديث عن مؤتمر الرابطة السورية للجراحة العامة وأما أهم التحضيرات من هنا اللي كانوا مشاركين في الآفاق التي سيتم طرحها وأسئلة أكيد غيرها مع الدكتور أحمد عرقسوسي اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر صباح الخير دكتور أهلا وسهلا يسع صباحك وأهلا وسهلا سهلا فيه يعني بداية خبرنا عن التحضيرات لهالمؤتمر نحنا عادة كنا كل سنة رابط السورية للجراحة العامة بتسايع مؤتمر الحديث هذا المؤتمر عادة بيكون يعني عبد المشيقية بمحاوزة ثانية بسبب ظروف الكوفيد السنة الماضية كذا فطغينا أن أجل المؤتمر ما سوينا السنة إن شاء الله تعالى الخميس البعدو 19 بمكتبة الأسد إن شاء الله تعالى حيكون مؤتمر مؤتمر شامل بجميع يعني فروع الجراحة العامة إن شاء الله تعالى يعني يمكن أجلتوا شوي ولكن في تحضيرات كنتوا عم بتقوموا فيها طبعا نحنا كتير شغلنا شغلها على أونلاين أو شلون يعني كان أكتر من اللقاء بينا وبيننا أعضاء رابطة ونحنا في أكتر من مجموعة مساوي مجموعة الواتس مجموعة تليجرام مجموعة كزين ضل في تواصل كتير نحنا كان في برنامج حطينه طموح كتير كان بالنسبة لرابطة أنه لقاءات شهرية كل سنة لقاءات شهرية بكل مشفى نعم كل شهر كان ومشينا فيها منيح الزروف تباعد الاجتماعي اللي صارت السنة موضوعي كزا نشرت كتير مقتصرة يعني على نتاق ضيئة حاليا نحنا موازن الأطباء والكادر الطبي حسب التعليمات الصحة وحسب اللي عمي السين يعني أشتون موازن ما صاروا ملقحين ومنعين أشتون فصار نحنا أنه لقاء اجتماعي بزروف تباعد اجتماعي وتكون مضبوطة شوي زياشتون ممكن يصير بيكون بدون محازين مثلا أخف أنه لا قدر الله تنسي مشاكل الكورونا نحن متوقعين أنه نحن في تسعين مئن الكادر الطبي موجود معنا بالمؤتمر هو ملقح فإزاك نحن أكي يعني ما نحن كتيها كنيها القصة هي إضافة أن نحن في زروف المكتبة نفسها هن نضابطين بشان تباعد اجتماعي ونحن نحن نكون من نفس الوقت كمان ضابطين أكثر على القصة هي نحن حاليا في عنا خمس جلسات الخمس جلسات بحاول جراحة العامة لزراعة الكبد في الدكتور فاتح عروبي زمينا كان بإيران عشتون نختص بالزراعة في حقيقة محاضرة كتيرها على القصة هي في عنا محور جراحة السديح يكون محور كتير كبير وكتيرها عشتون وفينا إحنا الزملاءنا للأطباء دراسات أطباء جد عشتون حنا حوالي 12 حالة حنا نقشهم كذا حالات سرية منشورة بمجلات عالمية محكمة يعني هي شاركة كثيرة مهمة نحن نرم كل شي صعب البلاد ورم كل الزوف نصاتنا عم ننشور باسم سوريا عشتون بمجلات كتير عامة وكتير كذا فحنا نتناقش بالقصة عشتون ومحورة وقيدة جراحات تانية كبدانية وجراحة كورونات يعني أكثر من محورة مشكلة نعم يعني دكتور خبرنا عن أهم الأنشطة أيضا اللي حيتضمنها المؤتمر بالنسبة لكم آخر ما توصل إليه الطب الجراحة العامة مثلا نحن في زمينة جاي كمان من مصر دكتور خالد إن شاء الله تعالى هو كتير عنده خبرة كتير كبيرة بجراحة البدن وجراحة الكورونات حيقيمه حاضرتين إن شاء الله تعالى وممكن نحن حنسايا ووكشوب يعني بلتاعم بس عم نشوف نحن ظروف السفا كيف حيكون عن الترتيبات إن شاء الله تعالى كفكرة كتير كبيرة نحن نحن يعني سوريا الحمد لله ولدي فعنا كتير خبرات وعنا كتير أسات زي يعني على مستوى عالمي أشترون والحاضرات التي بيتمنعهم تكون يعني أو الأنشطة يا أشترون والطرفياء بأهم مجلات وأهم المحاول تهتم الأقصة يا أشترون فعني هي فرصة تعباد الخبرات بين الجيل القديم وجيل الجراحين للشباب إن شاء الله تعالى وفي نشاط اجتماعي موازي إن شاء الله يعني عم نحاول قدر الإمكان ضمن هالظروف أشترون نقدم ببرنامج علمي يكون غني ومتنوع وفي نفس الوقت برنامج اجتماعي موازي في كيف يعني نكون جيد واحد يعني وجاية هاليومين على الشهام يعني ينبسط إن شاء الله تعالى إن شاء الله يا رب هل تم وضع محاور أساسية لهذا الموضوع يعني في محاور أساسية حتركزوا علي يمكن نقاط مهمة حكيت عننا أنت دكتور ولكن في محور هيك حيكون هو العنوان الأساسي للمؤتمر المحور الكتير كبير مهمة فشترون هو يعني أخذ حيز كبير وعننا كتير خبرات من تطلق يعني أكتر من زميد تمام هو محور جراحة السدي يعني قبل وبعد وجراحة السدي الورمي التجميل وكذا هذا محور كتير كبير تماما محور الثاني هو جراحة البدانة وبتعرف البدانة أفات العصر حاليا في كتير محاضرات غنية وخبرات كتير كبير مهمة صارت عنها موجودة وعننا يعني إحنا الجراحة العامل بحر بحر كتير بحر طبعا بس هنا محور الأساسيين جراحة السدي وجراحة البدانة نعم أهمية هاي المؤتمرات بالنسبة للأطباء وخاصة يمكن بهذه الظروف أنه جيش كبير من الأطباء يوم كان بمواجهة فيروس كورونا للآن في جهود مبذولة لمواجهة كل الأوبئة وكل الأمراض وخاصة أنه الجراحة العامة أيضا بتاخد حيز كبير أحيانا من العمليات يوم قدي مهمة هاي التبادل للخبرات وأهمية هالمؤتمرات نحن تلك الهمية نحن صلنا سنتين تقير ما اجتمعنا مع بعض هكي أكيد ما كون واحد فهي فرصة كتير لنتجيد نشاط تلك نحن دائما جيل عم يسلم الجيل بعد منه ما بس واحد أنه أنا اشتغلت لحالي نحن في عنا كان مقولة كتير مهمة بالجراحة أنه أنا بضل واحد عشرة سنين بتعلم كيف يسوي الإجراء الجراحي وعشرة سنين بتعلم كيف أنه أمتى يسوي الإجراء الجراحي والعشرة بعد منه أنه أنت ما يسوي هذه الخبرة أنت تعرفي مو بس نسوينا عملية أو ما سوينا نتائج تبعيته منك كذا هاي بها اللقاءة هاي بها المؤتمرات هاي عم سيد بأتبادل بها الخبرات كل واحد يعني عم يعطي أحد السشي توصل له وفي عنا دارس متنوعة لأنه الجراحينا موظم كل واحد يختص بدولة أو كذا وهلأ حانية أفشتون كل واحد بمكان أفشتون مثل تلك يعني دكتور أفعد من إيران في عنا دارتو علي غانم جاية من كوبا كذا يعني أكتر من واحد بكل واحد مختص بشغلة كتير كتير سبيسيفيكية كتير معينة هاي وصل للتانية فنحنا هاي اللقاءات دايما ونفس الوقت هي كمان تحت رعاية المجلس السوري للاختصال الطبية برض السوري فهي إلى نقاط تعليم طبي مستمر نحنا كتير كنا مارزين عليها من زمان وأنا عم تفعل أكتير لسه شنون نقاط تعليم الطبي المستمر المحاضر إلى نقاط معينة حضور الجلسات إلى نقاط معينة كذا شنون هاي الوفود تعليم الطبي مستمر بواحد دائما عم ياخد نقاط وخبرات نعم يعني يمكن حكيت دكتور أهم ما رح يكون بالمؤتمر يعني نشكرك كتير بدنا نتمنى لكم التوفيق أيضا بكل المحاور اللي رح تناقشوا فيها مهمة جدا تبادل الخبرات وخاصة بين الأطباء يلي هنن أيضا يمكن جنود فينا نعتبرون وجيش أبيض وحاليا يعني هم يقدموا كل ما عندهم يكيد في سبيل دائما الإنسانية فينا نعتبرون طبعا نحن تلك يعني هي النهاية هي ضريبة بالنسبة لنا رشتون يعني واجب علينا رشتون تجاه وطننا رشتون تعلمنا وتربينا رشتون نحن نقدم أفضل خدمة للمواطن السورية شكرا كتير دكتور شكرا لوجودك شكرا للك لكل المعلومات بالتوفيق بالمؤتمر إن شاء الله يكون ذا فائدة على الكل إن شاء الله تعالى شكرا للموعد يوم الخميس تسعة وطنعش إن شاء الله تعالى مكتبة أسد حنبلش ساعة تصال خميس الساعة تنعش بمكتبة الأسد نحن كمان ندعو الكل اللي حابب يشارك بالمؤتمر يجي ويشارك فيه ويشوف أهم يمكن اللي رح يتباحثوا فيه بهذا المؤتمر زينا أكيد دايا سال ترجمة نانسي قنقر